اشتركوا في القرآن وكي أعرف بأن إقليب سطط رجع إلى الوراء لعشرات سنة لأسباب الكل كي أعرضها هي مرتبطة بسوق التدبير وقبل حكم من يمكن أن نقول إقليب سطط رجع للور يعني هناك العديد من المشاكل التي تروحها الساكنة وعلى الإقليم تعاملنا مع هذه المشاكل يتطلب منهجها في التدبير ووضع الأولويات ورتبها كما يلي أولاً كي الإشكالية للسحر لا يعقل أن إقليب الساكنة وصلة إلى مليون وسبعمائة ألف نسمة عندها مستشفى لا يرقى إلى المستشفيات الموجودة في الأقليب المغرب لأقل أهمية من الإقليب الساكنة وهذا مرتبط بالعدد للأطور التكبية التي تعملها مرتبط بسوق الجهيزات التي توجدها ومرتبط كذلك التدبير رغم المجهودات التي تقوم بها الأطور الطبية داخل المستشفى فالأداء يبقى ضعيف جداً مع المتطلبات الساكنة وإقليب أخذت الملف للصحة لا على مستوى مستشفى الحسن ولا على مستوى مستشفى القرب بابنحمد ولا على مستوى المراكز الصحية التي توجد في الجماعات القروية كلها لليوم شبه مغلقة وغير لم أخدم أخذت الملف ودرت انضمت اجتماع مع سيد وزير الصحة وكان استجب بشكل تلقائي ودار واحد لودت نكن سنف النتائج ديالو ولكن أعطاني فكرة اللي ربما خص المواطن يعرف بأن اليوم الخصاص المهوي في الأطور الطبية على مستوى الممرضين والممرضات 67 ألف على المستوى الوطني وبالتالي ما تعانيه وما يعانيه إقليم سطات كي يعانيه منه جل الأقليم الوطنية المشكلة التالية وهو يتعلق بالبطالة بإقليم سطات وهذا رقم رسمي 29% بشكل نسبة البطالة في إقليم سطات وهذا ليس رقم هذا بشر عندهم طموح وعندهم انتظارات وبالتالي ضروري من الفاعل السياسي يتحرك باش ينقض الموقف في هذا الإقليم مني كنشوف إقليم سطات نمشي للمنطقة الصناعية اللي هي منتجة للشغل اليوم كنشوف المنطقة الصناعية اللي كانت مزدهرة في التسعينات اليوم شبه مغلقة ومن المشاكل اللي كانت تخبط منها هذة المنطقة الصناعية تخبط في هذة المنطقة الصناعية هو التصفية ديال الوعاء العقري وبالتالي كان عندي لقاء مع السيل عزيزي رئيس المجلس البلدي وطرحت عنوية هذة المشاكل المتعلقة بالمنطقة الصناعية وربطنا الاتصال بالأطر ديال الوزارة الداخلية تصفية ديال العقار ديال منطقة الصناعية كيطلب 40 مليون ديال درهم وبفضل المجهودات ديالنا جميع أننا قدرنا نحصل على 35 مليون درهم من المديرية العامة لجماعة المحلية وخمسات المليون درهم على العاتق ديال المجلس البلدي باش نحلوا المشكل ديال العقار وتصفية ديال العقار ديال المنطقة الصناعية في إقليم السلطة من ضمن الملفات اللي اشتغلت عليها كذلك طيلت هاد الفترة الانتذابية والتنمية ديال مدينة بنحمد تنمية ديال مدينة بنحمد تعني مباشرة تنمية ديال 16 الجماعة ترابية قروية تدور في الفلك ديالها تنمية تبدأ بالمنطقة الصناعية وكان لدي لقاء مع السيد وزير التجارة والصناعة سيمولي حفيد العالمي بحضور رئيس المجلس البلدي اللي ديال ملف وملف كان جاهز واخدنا الموافقة باش تكون منطقة صناعية في بنحمد بالتمويل ديالها بالدراسة ديالها اللي تمت الان وها موجودة وبالتالي ممكن هاد المنطقة الصناعية تعطي متنفس للشباب ديال الساكنة ديال المدينة وديال الجماعات المجاورة تطرقنا كذلك الملف اللي منك نقول تنمية ومنك نقول المنطقة صناعية خصك موارد بشرية اللي غدا تمشي معها الملف المتعلق بالموارد البشرية كان هو ايجاد ملحقة او نواة جامعية من ديالجامعة الحسن الاول ب مدينة بنحمد وكان عندي لقاء مع السيد وزير الطربية الوطنية السيد سعيد امززي لأستغل هاد الفرصة اللي اتقدم له وبالشكر الجزيل على كل الخدمات وكل وقفة اللي وقف معنا باش نحقوه مجموعة من المطالب تفق تفق نوية لأساس بان عوض باش تكون نواة جامعية نديرو كلية متعددة الاختصاصات لان هناك مجهود مالي مجهود بشري مجهود اداري وبالتالي ممكنش نحجموه في نواة وبالتالي نعطيوه للمدينة بنحمد الحجم والوضع الاعتباري اللي كيليق بها بالنسبة للجماعات القروية اللي عندها خصوصيات المشاكل ديلها الطرحة كيل الماء وكيل المسالك الطرق كيل جوجة المشاريع اللي كناعتبرهم حيوية اشتغلت عليهم طيلة هاد الفترة هو الربط ديل سد المسيرة بالمشرع بعين بلال ولا تفرحة سد المسيرة اللي كان كيعطي الماء لمركش كيعطي الماء الساكينة جديدة وما كتستفدش منه الساكينة ديل الساكت وبالتالي جهز الملف ودقينا الببان وشفنا القطاعات الحكومية المعنية واليوم الحمد لله الماء المشروع راه في طريق لانجاز من الربط كذلك ديل سد تمسنا بالجماعات ديل مقارتو سدعب الكريم ولاد محمد بتاهوما الحمد لله اليوم الاخر المحطيات اللي عندي بان صفقة تمت الموافقة عليها وغدا تبدأ في الاشتغال ابتداء من الأسبوع المقبل يعني في شهر سبتمبر ومن ضمن المشاكل اللي كتعاني منها الجماعات القروية كين هناك المشاكل ديل الطرق وديل المسالك ومن ضمن الملفات اللي اشتغلت على فهذه الفترة كذلك طريق الوطنية 305 اللي كتربط بنحمد سيد الحجاج وكتمشي حتى الولاد فرس اليوم الحمد لله طريق راه في طور الإنجاز ومكرح تشتدير زيارة تشوفوا هذه الطريق وتشوفوا فين وصلت إن شاء الله وتشوفوا الصدق ديلها لدى الساكنة اليوم الحمد لله طريق راه في مستوى متقدم من الإنجاز والوقع الإنجاز ديل الطريق على الساكنة سيكون إيجابيا إن شاء الله من ضمن الملفات اللي اشتغلت عليها كذلك مع السيد رئيس المجلس البلدي لمدينة سطت يفك العزلة على أحياء مفتاح الخير السلام والسماعلا وذلك ببناء قنطرتين لكي دوزوا فوق السكال الحديدية بحيث تمت موافقة على تمويل هذا المشروع اللي الميزانية ديل وصلت 57 مليون ديل من طرف المكتب الوطني للسكاة الحديدية ومن طرف المديري العامة لجماعات المحلية وذلك عبر لقاءات مكتفة باش سوقنا هذا المشروع وكذلك بيننا المعاناة الحقيقية اللي كتعاني منها الساكنة اللي تعزلت في هذه المدينة هذه ترجمة نانسي قنقر